أسعد الله وأوقاتكم إخواني أخواتي وأهلا وسهلا بكم نلتقي في هذا الفيديو لنفتح ملفا جديدا ملف الساعة ملف الموسم وهو متعلق بالتدفقات الموسمية التي فتحتها الحكومة الإيطالية مؤخرا وككل سنة ما له الحق في الدخول لإيطاليا للعمل وما هي الشروط لكي يتم له ذلك لحظة ونواصل كعادتها إيطاليا كل سنة تفتح عقود العمل لكي تجلب اليد العاملة من الخارج وكل سنة تحدد الحكومة الإيطالية عدد طلبات العمل وذلك حسب ما يطلبه أرباب العمل أو الغرف الصناعية والتجارية يعني الخصاص لليد العاملة هذه السنة لم تأتي بجديد فهي مثل السنة الماضية عدد المقاعد هي 30850 30850 ولكن ماشي كاملين غدي يجيوا من الخارج بل هناك مقاعد مخصصة لأشخاص كانوا يشتغلون بإيطاليا أو بالاتحاد الأوروبي أو جاءوا للدراسة ولكي تصبح إقامته متجديدة ودائمة عليهم أن يدخلوا فيما يعتبروا أو ما يسمى بالكوطة إذن في هذا الفيديو غدي نخصوه للشيء اللي هو مهم هما الناس اللي غدي يدخلوا لأول مرة وهو خاص بالعمل الموسمي فقط الآن ذكرنا أنهم 30850 18000 يعني أكثر شوية من نص وهو متخصص للعمل الموسمي و12850 هما ناس يعني إما جاءوا من أجل الدراسة كما قلت إما كانوا عندهم واحد شهادة الإقامة لأسباب مثلا كوري ميدي كمثلا للعلاج إما كانوا أخدامين في بلدان أوروبية أخرى وبغيروا يبدلوا ويعخدوا الوعاق نتاع الطالية والحاجة الخاصة لازم نعرفها ونأكدوا عليها باش الناس يفهموش نكاين هاد الفلوسي التدفقات هي ماشي ساناتوريا التدفقات هم الناس اللي ما تيكونوش في إيطاليا وكيدخلوا لأول مرة أما الساناتوريا هم الناس اللي كيكونوا على التراب الإيطالي بطريقة غير شغعية يعني دخلوا بلا فيزا بلا أوراق بلا حتى حاجة أو حرقوا الفيزا ديالهم وكيسبوا الوضعية دياله إذن اللي بغت نوضحه أن هادي ماشي ساناتوريا لتسوية وضعية الناس اللي كينين في إيطاليا بدون أوراق بل هذا عمل موسمي يتعلق إما بالفلاحة أو بالسياحة لأن هادي يد عاملة غير متخصصة كيفاش كيمكن الإنسان يجي باش يشتغل في هاد العمل الموسمي أولا هاد رخص الإقامة هاد العمل الموسمي هو كيبدأ يعني المدة دياله هي من شهر إلى تسعة شهر يعني يستحيل أن اللي يدخل بهذا العمل الموسمي يعته شهادة إقامة سانة لأن شهادة الإقامة ديالسانة هي شهادة تتجدد وكل ما هو أقل من سنة فهو لا يتجدد ما معنى هذا؟ معنى هذا أن السيد أو السيدة اللي يدخل باش يعمل في فلاحة أو في سياحة كتلى العقدة دياله اللي هي ثلث شهور شهرين ستة أو حتى لتسعة شهور وخاصه يرجع لبلاد دياله وإلا كيصبح تهوى عامل أو كيصبح شخص يعني بحل الحارق ما عندوش بدون شرعية يعني في اقترب الإيطالية وممكن لش يسوي الوضعية دياله إذن هذا هو العمل الموسم يعني أنه متعلق بموسم متعين سواء الموسم كان فلاحي أو كان سياحي كيفاش يمكن الإنسان يستفد من هاد العقد؟ يستحيل هاد العقد أولا لا تباع ولا تشعر فاللي كي يجي عندكم وطي يقول لكم ما يطح لي بثلاثة المليون كالتح لي بثلاثة المليون كالتح لي بثلاثة المليون خاصة كتعطيني وانا نجيبك الإيطاليا ونتحلك كالتشي كله كذوب لأن البخاتيك يعني قاعد شي كله كي يطح على ملاب 16 أورو اللي هو التنبر أول حاجة ما يمكنش وأنا شفت بعد لسيت وبعد لفيديو يوتيوب أنا كانش وحدين تيقول لك يمكنك تأخذ العقد العمل ودخل الإيطاليا بلما يكون عندك أغب العمل دخل السيت متاع وزارة الداخلية وهبط لها بخاتيك وعمرها وخلي لها رب العمل يمكن لك تعمل لها المسألة ولكن عمر إيطاليا ما تدخل لها لأن هذا رب العمل كي يعطي الإسم ديالي كي تصفت له فقط فوتوكوبي ديالباسبور كي يدخل الإسم اللقاء فوقاش خلاقتي الباسبور منين خديتي مدة الصلاحية دياله كل شيء وكي يدخلو في هذا الطالب يعني كي يقولو لغي كيستا نوميناتيبة يعني تي يعيط لك رب العمل تي كنتي يعرفك وكي يعيط لك بالإسم ماشي هدوك اللي ماشي نوميناتيفي يعني تي يقول لك احنا خاصنا هاد الليوزين ولا هاد السيت خاصه بثلاثين خدام اي واحد هل يمكن اللي يدوز هادو هاد العقود الموسمية هي عقود نوميناتيبة يعني بالإسم واللاقب يعني خاص يكون واحد خدام سواء كان إيطالي أو كان يعني من الانتحاد الأوروبي أو كان حتى مهاجر ولكن عنده شهادة الإقامة يعني شرعية وعنده واحد نشاط تيجاري مثلا عنده قهوة عنده شي حاجة على البحار محتاج الناس اللي يخدموا معاه فاش كتكون مثلا ذاك الموسم عالي بزاف وعنده الفلاحة إذن ومحتاج الناس يخدموا عنده كيم كله يدخل لسيت نتاع وزارة الداخلية ويعمر واحد الاستمارة بالمعلومات دياله بالمعلومات ديال السيد اللي بغي يجيب وفي حالة ما إذا كنت كتتوفر فيه واحد شرعات معينة لأنه ما شي غي أجي وجيب خاص أولا يكون عنده واحد المدخول اللي كيغطى المدخول دياله العائل يعني الاحتياجات دياله العائلية وخاص يكون يعني مع صندوق الضمان الاجتماعي وكل شي يكون يعني مؤدي جميع الواجبات دياله الضائبية وخاص ما تكونش عنده سوابق وخاص يكون عنده بيت لائق مناسب يوفره لدك السيد أو السيدة في نيسكن فاش يجي إذا أنا ماشي كل واحد غايقول لك أنا غني عندي الفلاحة ولا عندي هادي ولا عندي هادي وعمر لك يمكن له يجيبك لأنه فاشك يا عمر وكتصفت هذه الاستمارة كتصفت بفيا تليماتيكا يعني بالإنترنت يعني المكتب الوحيد للهجرة تشدوا هذيك الطلابات وتيدرسوها وفاش كيدرسوها كيشوفوا فيها هاد الأشياء المدخول شهادة الإقامة البيت ويكون خلص جميع المسائل الضغابية ديالو يعني ما يكونش عليها الدين لمع الدولة ولا لمع أحد أشياء واحد حتى السيد اللي خاص يجي أو السيدة اللي خاصة يجي واللي كتصفت لفوتو كوبيد للباسبور تيكون عليه بحث من طرف الأمن ديال ديك المدينة فين تدفعها فين تدفع الطلاب فلكن دك السيد مثلا فيدخل إيطاليا وعنده سوابع قوادة ما يكون كلوش يدخل وخاي يكون لرب العمل متوفرة في جميع الأشياء إذن باش اللخصو كينا مجموعة منتع الشروط خاصة توفر في رب العمل وشروطته هي في العامل أن الطلب يعني مجاني فقط 16 الأورو متع التنبر فما تطلبش الفلوس أن عدد المقاعد للعمل الموسمي هي 18 ألف مقاعد وهذه المقاعد كتقسم على مجموعة عنتع الدول اللي هي أكثر من 20 دولة وكل دولة عندها واحد الكوطة ديالها كتعطيها لهذه الدولة ماشي مثلا ألبانيا ما كملاتش المغرب غي يخدك شي اللي يبقى على ألمانيا لا على الألبانيا أبدا كل دولة عندها نصيب ديالها والكوطة ديالها من ديك 18 ألف أن هذا العامل الموسمي هو عامل في شكيت سالة الإنسان تصبح إما غير شرعي أو أنه خاص يرجع لبلاده إذن هدي المرخص وقتاش يمكن لرب العامل يقدم الطالب بالنسبة إلي بغي يجيب شي واحد يخدم عنده اللي بغي يجيب واحد يخدم عنده في العامل الموسمي الفلاحة أو السياحة فالوثائق والاستمارات هم موجودين ابتداء من 24 يناير 2018 يعني من 24 يمكن له يدخل ويعمر على ديك الاستمارة ويوجدها الكليك داي الكليك داي هو النهار اللي خاصه يكليكي باش يسافتها السبورتالوهونيكو يعني المكتب الواحد للهجار الكليك داي هو نهار ديال 31 1 2018 تداء من 31 1 من 9 ديال الصبح يعني مع 9 9 ديال الصبح تسكون الناس الفضونات السندكات تلك يعمر غاسو كل شي قلس وواجد ومطمئن بأن عنده كل نيسيون أنهم عمر الموضل ومن قبل الاستمارة من قبل غيكة ديب تسعد تتبرك على المقشة علاش لأنها واحد يعني تسابق مع الزمان تيدخل هدو كل الناس وغيب تاواني مثلا اللي سيفط الطلب دياله هو اللول فمثلا أنا بركت تسعد صيفر 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 واحد وخطبت صيفر صيفر جوش كدوس يعني أجزاء تاواني ماشي معنى هذا أن الإنسان لما داش في الأول غا ما غادش يدوس معنى هذا أنه موضفين نتعى المكتب الواحد للهجرة كيشدوا الطلبات كيدرسوهم كيشفوا المدخول كيشفوا الساكان كيشفوا الصوابق نتعى ذاك مول العامل ذاك سيد اللي غيجيوش ما عندو شي صوابق ممتحلاشة في إيطاليا من قبل وفش كتوفر في هاد المسائل عاد كيددوزل أوكي فش كي تكون ما ملبيش شي طلاب من هاد طلابات هادو كيدوزو اللي جاي من مورا إذن لما تخلعوا بالنسبة الخدمة الموسمية العمل الموسمي فهو خاء الإنسان ما يدخلش في ذاك النهار الأول ويشوف بأنه وصل العداد ويشوف الرتبة دياله مثلا طالبين خمسمية أو ستمية من المغرب ورتبة دياله آلف ولا شي حاجة هتقدر توصل من ده بشهرين ولا تلت شهر لأربعة غادي نطلقوا بالتفصيل لكيفية تحميل الاستمارة وكذلك على 12,850 مكان للعمل اللي بقات واللي ماشي هي موسمية شكل اللي غادي يستفد منها في الفيديو الجاي إن شاء الله جميع الأسئلة اللي كتتعلق بهذا الموضوع هذا واللي هو موضوع الساعة يمكن لكم تكتبوها أو تتابعوا مباشرة الفيديو لايف في فيسبوك يوم ثلاثة بعد غدنا على الساعة التاسعة إن شاء الله نتمنى نشوفكم وإن شاء الله غدتكون الأجوبة مباشرة على الأسئلة ديالكم تحياتي وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر